مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعيني قناة داندي الأهلي في كل مكان يعني كل الكواليس وكل الأخبار بعد انتاء مباراة الأهلي ومنتري معايا أحد نجوم المباراة واللي يعني النهاردة لعب في مكان يعتبر مش في مكانه لكن عمل مباراة كبيرة جدا طهر ألف مليون مبروك الله يبارك فيك وقالف مبروك لجماهير النادي الأهلي زي ما قلتلك يعني احنا كنا جايين هنا بنقص عدد كتير من اللعيبة بس احنا كنا جايين مركزين جدا ان احنا نعمل حاجة احسن من السنة اللي فاتت يعني حتى مهما كانت الظروف ايه والنهاردة قدلنا ان احنا يعني نكسب اول موتش يعني مبركة صعبة والحمد لله كان فيه دعم جماهيري كبير جدا في الاستاذ يعني مش متعودين عليه في كاس علامة ندايا نشوف العدد الكبير ده من النادي الأهلي اللي موجود فباشكر طبعا يعني كل الزمائلي والجهاز الفني والإدارة وكل الناس يعني على دعمهم معنا في المطش بتاع النهاردة مكان مختلف شوية مهاجم بس قدت بشكل ممتاز لاحظت انا كمان انا بتابع المباراة من المدربات كل كرة مشتركة عالية انت بتكسبها ما شاء الله الحمد لله يعني هو يعني وزفوني في المكان ده عشان الاصابات وكده والحمد لله يعني ان انا قدرت اقدي بشكل كويس وكلنا يعني بنلعب في اي مركز ما فيش حاجة معانة اي حد هيتوظف اي حتة هيينزل وهيقدي يعني لو كان حد غيري برضو كان هيقدي بنفس الصورة هي بس الفكرة ان احنا داخلين بروح عالية جدا ومركزين تركيز عالي جدا عشان احنا فعلا يعني مش جايين ان احنا مسلا نلعب على تالت ورابعة تاني لا احنا عايزين يعني التموح يبقى اكبر من كده وان احنا ان شاء الله نلعب نهاية بس احنا فعلا ما حسناش النهاردة ان الاهلي بدون مهاجم يعني ما عندناش جيابات في المهاجمين انت ما شاء الله عملت مباراة كبيرة جدا في المركز ده هل يعبت في المركز ده بكده مسلا يا طي انا كنت توزفت في المركز ده قبل كده يعني كان كابتان حسناش حياتي في المولين ووزفني في المركز ده قبل كده واني متعود عليه يعني طبعا بقلي فترة كبيرة ما لعبتوش بس في التمارين كنت بقى لعبه وكنت مقدي بشكل كويس فالراجل كانو سكفي الماتش جاي بالمرس كسبناه من السنة اللي فاتت بس ده ممكن يكون عامل ضغوط كبيرة جدا ان احنا كمان لازم نكسب لانه تموحنا نوصل للنهائي بتفكروا في الماتش ده ازاي لا موتش صعب طبعا يعني احنا مركزين من دلوقتي ان احنا من بوكرا ان شاء الله نبدأ ندرسهم وعايزين ناخد اللي احنا عايزين من موتش زي ما عملنا النهاردة وهتبقى ممبرات طبعا صعبة يعني هما اكيد خسارة زي ممبرات الصنة اللي فاتت يعني دي حاجة هما اكيد فاكرينها وا واحنا مش هنبص لده يعني احنا هنبص لن احنا واغدين طريق اعايزين نكملوا يعني